اشتركوا في القناة وصفة قوية جدا وناجحة بل ومضمونة لعلاج مشكل تأخر الحمل الذي تعاني منه العديد من السيدات لذا فالبحث عن حلول تساعد على تسريع عملية الحمل وأسرع وأهم وأضمن الطرق لعلاج أو لتسريع عملية الحمل تكون أمرا أكثر من ضروري سواء بالاعتماد على أطعمة معينة أو مشروبات تساعد على الحمل بسرعة وخاصة الوصفات الطبيعية الأكثر تفوقا والتي ستعطي نتائج جد سريعة ومضمونة لتسريع عملية الحمل وهذا ما سوف نتناوله في وصفات اليوم بحول الله الوصفات التي سوف نحضرها اليوم بإذن الله تقول إخصاب وتنشط المبايض وتعمل على تكبيرها مما سيساعد لا محالة على تسريع عملية الحمل وكذلك سنحضر وصفات أخرى لتنظيف الرحم فقط وكما تعودنا متابعي قناة كنوز المعرفة اختار سيدتي الوصفة المناسبة لك ولا تنسوني أخوات الكريمات من فضل دعائكم بارك الله بكم طيب أول وصفة نبدأ بها حلقة اليوم هي وصفة البذور وصفة البذور هذه التي سوف نحضرها مع بعض وتجدونها متوفرة كلها عند العطارين أو مراكز الأحشاب أولا نأتي ببذور الجزر هذه هي بذور الجزر كما تشاهدونها الآن تحتوي هذه البذور على مختلف الفوائد الصحية العظيمة للجسم ولعلاج الكثير من الأمراض وعلى رأسها تسريع الحمل فبذور الجزر غنية بفيتامين A ونسبة عالية جدا من الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم والسوديوم والكاليسيوم والبرون واليود إضافة إلى الفوسفور والحديد أيضا تحتوي هذه البذور بذور الجزر على فيتامين C وفيتامينات B المركب B1, B2, B3 وحتى B9 أيضا تحتوي على السكريات والكيربوهيدرات ونسبة أخرى من البروتيين والدهون لذلك هذه البذور قوية جدا بل ومهمة ولا يجب أبدا أن نستغني عنها في هذه الوصفة طيب نأخذ من هذه البذور مقدار ملعقة متوسطة الحجم ثم نضيف بعد ذلك المكون الأقوى في هذه الوصفة وهي بذور البصل نعم بذور البصل هذه البذور التي أبدا لن نستغني عنها أيضا في هذه الوصفة لأنها أقوى مكون يساهم بنسبة جد جد متقدمة في تسريع الحمل هذه البذور قوية جدا أيضا في علاج الروماتيزم والتهاب المفاصل وتساعد هذه البذور على ضبط السكر في الدم حيث يعمل زيت بذور البصل في المحافظة على مستويات السكر في الدم ضمن الحد المسموح فيه أما لتطويل الشعب فهي أقوى مما نتخيل لذلك إذا أردتم أي واحدة من هذه الوصفات فاتركوا لي طلباتكم في قسم التعليقات وأنا سألبيها لكم بحول الله طيب بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة لكن وجب الانتباه إلى المحاذير فقط التي سوف أطرحها بعد قليل هنا في طريقة تحضير الوصفة سوف نعتمد طريقتين إثنتين في تحضير الوصفة وأنتنا اخترنا الطريقة التي تناسبكم بالنسبة للطريقة الأولى وهي الأفضل بالنسبة لي هي الأفضل بطبيعة الحال لأنها ستكون مرفوقة بعسل النحل الأصلي وهذه نصيحة أقدمها لكل سيدة تسعى وتريد الإنجاب استعمل هذه الوصفة المرفوقة أو المرفقة بعسل النحل الأصلي ويفضل استعمال عسل السدر الأصلي أولا نقوم بالطحن بذور الجزر وبذور البصل بذور الجزر كما تشاهدونها الآن وبذور البصل نطحنهما ونأخذ من كل هذه البذور مقدار ملعقة متوسطة الحجم ثم نخلطهما مع ثلاث ملاعق كبيرة من عسل النحل الأصلي بالنسبة لطريقة الاستعمال تأخذ من هذه الوصفة يعني مطحون بذور البصل ومطحون بذور الجزر حين نخلطها مع ثلاث ملاعق من العسل نأخذ منها ملعقة واحدة يوميا متوسطة الحجم وهذا في الصباح على الريق وهي الكمية الأولى المهمة مقارنة بالكميات الأخرى التي سوف نستعملها ثم قبل تناول وجبة الغداء والثالثة يعني الملعقة الثالثة نستعملها قبل تناول وجبة العشاء يعني قبل كل الوجبات الثلاثة في اليوم بنحو ساعة كاملة نأخذ مقدار ملعقة متوسطة الحجم وبالمناسبة حتى لا أنسى هذه الوصفة مفيدة أيضا للزوج الذي يعاني من مشكل نقص الحيوانات المنوية لذلك يمكنك استعمالها سيدة الفاضلة مع الزوج أيضا وبإذن الله ستصلنا إلى مرادك بحول الله طيب بالنسبة للطريقة الثانية في حال لم تجد عسل النحل الأصلي وإن كنت أسر عليه في هذه الوصفة لكن لو قدر الله ولم تستطيع الحصول على عسل النحل الأصلي وأقصد عسل السدر هنا في هذه الحالة سنلجأ إلى المنقوع من خلال نقع ملعقة متوسطة الحجم من بذور الجزر بدون طحنها وملعقة أخرى متوسطة الحجم من بذور البصل بدون طحنها ونضعها في ماء مغلي مقدار كوب ونتركها لكي تنقع لمدة ربع ساعة ونشرب منها كوبا واحدا متوسطة الحجم على الريق صباحا قبل وجبة الإفطار والكوب الآخر قبل الغداء والكوب الثالث قبل العشاء بنحو ساعة كاملة بنحو ساعة كاملة نتناول هذه الأكواب الثلاثة قبل الوجبات الثلاثة طيب بالنسبة للمحاذير وهنا وجب التركيز والانتباه جيدا المحاذير التي أقصدها لمن لا يجوز لهن استعمال هذه الوصفة لدينا أولا المصابين بعسر الهضم والتهاب في القولون وأيضا لدينا أصحاب الأمعاء الحساسة لا تستعمن هذه الوصفة كذلك هذه الوصفة تمنع من قبل المصابات بالرعاف والشقيقة والنزيف الداخلي على اختلافه مهما كان وأيضا ممنوعة على المصابات بالغفيان والقيق طيب لدي ملاحظة مهمة جدا هنا وجب التركيز عليها جيدا هذه الوصفة التي حضرتمها سواء حضرتم وصفة العسل أو وصفة المنقوع ممنوع منعا نهائيا وكليا استعمالها ثم الذهاب مباشرة إلى النوم لذلك أنا قلت قبل قليل لابد من استعمالها قبل تناول وجبة العشاء لأن استعمالها قبيل النوم مباشرة سنكون أمام تهديد من تأثير أبخرة بذور البصل الموجودة في هذه البذور وهي ستشكل ضررا مع مرور الزمن يعني مع عدة استعمالات ستشكل تهديدا بفعل أبخرة بذور البصل وهذا مع الاستعمال المتكرر هذا التهديد سوف يضر الجهاز العصبي لذلك ولتجنب هذا المشكل نتناولها قبل ساعتين على الأقل من التوجه إلى النوم طيب ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الثانية وهي وصفة عشبة كف مريم هذه التي تشاهدونها الآن أمامكم عشبة كف مريم هذه هي عشبة كف مريم وتجدونها متوفرة عند العطارين وبكثرة ولديها اسم واحد عشبة كف مريم سوف يتعرف عليها كل العطارين هذه العشبة سحرية نعم خاصة لراغبات الحمل ولعلاج مشكلات العقم فالعشبة تحتوي على العديد من الفوائد العظيمة جدا للصحة تعمل على علاج العديد من الأمراض من أهمها الأمراض النسائية هذه العشبة من أكبر فوائدها علاج الأمراض النسائية لها العديد من الاستخدامات الأخرى في علاج الكثير من الأمراض النسائية ولتسهيل الولادة وعلاج مشكلات البطن وأمراضه بالإضافة إلى علاج حب الشباب وأيضا من العلاجات التي تقدمها هذه العشبة القوية جدا هي التخلص الكلي والنهائي من التهاب المفاصل والآلام الروماتيزمية ولسن اليأس وللأكياس الدموية عند النساء وعدم انتظام أو انقطاع الحيض ولضعف التبويض أو انعدامه أيضا والانخفاض مستوى هورمون البروجستيرون وأيضا لتكيّوس المبايض أيضا هذه العشبة القوية جدا تستخدم لارتفاع مستوى البرولاكتين ولآلام الحيض السابقة للحيض ولأعراض النزيف وللأورام الليفية في الرحم كل هذه العلاجات تقدمها لنا هذه العشبة عشبة كف مريم القوية جدا طيب هنا لدي ملاحظة مهمة جدا ومهمة للغاية أود أن أضيفها بالنسبة للحامل لا تستخدم عشبة كف مريم إلا في الأيام العشرة الأخيرة من الحمل أو في الشهر الأخير من الحمل لغرض تسهيل الولادة لذلك أكرر ممنوع الاستخدام في بداية الحمل أما لعلاج الإجهاض المتكرر فإن استخدام هذه العشبة يكون قبل بدء الحمل طيب أيضا لعشبة كف مريم العديد من الفوائد للنساء فهي لديها القدرة على زيادة الصحة الإنجابية للمرأة وتعمل على تنشيط المبايض وأيضا على تقوية البويضة وزيادة صحتها انظروا كم لهذه العشبة عشبة كف مريم من هذه الفوائد العظيمة جدا طيب بالنسبة لطريقة التحضير والاستخدام أولا يتم استخدام العشبة عن طريق طحنها قليلا بهذا الشكل كما نشاهدها الآن ليس معنى ذلك أن نقوم بطحنها حتى تتحول إلى بودرة ناعمة في هذه الطريقة التي سوف نستعملها الآن نحتاج إلى أن تكون مطحونة قليلا كما تشاهدون الآن أمامكم نأخذ منها مقدار ملعقة كبيرة مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة أخرى من الزنجبيل المسحوق وأيضا بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة كبيرة من مطحون القرفة هذه المكونات الثلاثة القرفة الزنجبيل عشبة كف مريم نأخذ منها ثلاث ملاعق وتنقع في ماء مغلي لمدة ربع ساعة ثم يتم شربها قبل موعد الدورة الشهرية حسب حساباتك بأسبوع كامل قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوع كامل ويتم الانتظام في شربها يوميا لمرة أو حتى لمرتين يوميا فلا بأس بذلك بمعنى كوب واحد إلى كوبين في اليوم فلا بأس بذلك حتى أثناء الدورة الشهرية يمكن أن تستعمل وتستمرين في الشرب حتى بعد انتهاء الدورة ويتم التوقف فورا في حالة حدوث الجماعة لأنه لا يتم تناولها أثناء الحمل هذه الوصفة والتي سبقتها أيضا قويتين جدا لتنشيط المبايد وتسريع عملية الحمل بأقصى مما نتخيل لما لعشبة كف مريم من فوائد عظيمة جدا وستفرحك نتائجها بإذن الله عز وجل أيضا يمكن استخدام المكونات التي عرضتها الآن الزنجبيل، القرفة، عشبة كف مريم من خلال خلط هذه المكونات الثلاثة مع إضافة خمس ملاعق كبيرة من عسل النحل الأصلي لكن هنا وجب علينا أن نقوم بطحن عشبة كف مريم حتى تتحول إلى بودرة ناعمة لأننا سوف نضيفها مع عسل النحل الأصلي طريقة الاستخدام يتم تناولها يوميا مقدار ملعقة كبيرة يتم تناولها يوميا من مرة إلى مرتين في اليوم كما قلت مقدار ملعقة كبيرة صباحا على الريق قبل وجبة الإفطار وقبل وجبة العشاء للمرة الثانية بنحو ساعة كاملة هذه الوصفة قوية جدا ومهمة لذلك كل سيدة هي بحاجة ومتعطشة للحمل فهذه الوصفة بإذن من الله عز وجل سوف تقدم لك الهدف والمراد بإذن الله كما أدعوكم متابعين الأفاضي بنشر هذا الفيديو حتى تعم الفائدة وحتى نستفيد كلنا من الأجر بحول الله فالدال على الخير كفاعله طيب ننتقل الآن متابعين الأعزاء إلى الوصفة الموالية بحيث نحضر مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الميرامية كما تشاهدونها الآن أمامكم مطحون الميرامية ثم نضيف بعد ذلك مقدار ملعقة كبيرة من بذور الشمر تجدون المكونين عند العطار وفي مراكز الأعشاء بعد ذلك نضيف مقدار ملعقة كبيرة أخرى من مطحون القرفة هذه هي المكونات الثلاثة التي سوف نحتاجها في وصفتنا لهذا اليوم هذه الوصفة متابعين الأعزاء مخصصة لأداء مهمة في الجسم ألا وهي تنظيم الهرمونات فتنظيم الهرمونات في الجسم بدوره يساعد كثيرا جدا على الحمل وزيادة فرصه بشكل طبيعي وبشكل قوي جدا وأيضا لهذه الوصفة مهمة أخرى تتمثل في تنشيط المبايا نعم تنشيط المبايا وهذه نقطة مهمة جدا طيب بالنسبة لطريقة التحضير والاستخدام هنا يستخدم عن طريق وضع كل من الميرامية وأيضا بذور الشمر وأيضا القرفة ووضع المكونات الثلاثة في كأس من الماء المغلي ونترك المكونات لكي تنقطع لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة وبعدها نقوم بتصفية المحلول ومن ثم شرب هذا المشرب مرتين بشكل يومي ابتداء من اليوم الثالث من الدورة إلى اليوم الرابع عشر من الدورة من اليوم الثالث إلى غاية اليوم الرابع عشر وسترين بعدها النتيجة المفرحة بحول من الله عز وجل كل الوصفات الثلاثة التي حضرناها الآن قوية جدا بل وممتازة وناجحة بتوفيق من الله في تنشيط المبايا وتنظيف الرحم وتسريع الحمل بفرص مضاعفة جدا وستنالين الغاية المفرحة بإذن الله عز وجل ما عليكن سيدات الفضليات إلا اختيار إحدى هذه الوصفات الثلاثة ولا يجب أبدا أن نستعملها كلها مع بعض بل نختار واحدة فقط ونداوم عليها كما قدمت في الشرح والله هو الموفق كما لا يجب أن ندعو الله عز وجل في صلاتنا ودعواتنا اليومية فهو المستجيب للمضطر إذا دعاه طيب هناك طريقة أخرى أيضا جد جد ممتازة أنصح كل السيدات بها وهي أن يتم أخذ مقدار ملعقة من حبة البركة هذه هي حبة البركة كما تشاهدونها الآن الكثير من الناس يخلط ما بينها وما بين السانوج حبة البركة هذا هو شكلها أما السانوج فكنا قد تحدثنا عنه في وصفات سابقة حبة البركة مقدار ملعقة كبيرة ونضيف إليها هذا المكون هنا وجب الانتباه معي جيدا هذا المكون هو مطحون الثوم المجفف الثوم المجفف وليس مبشور الثوم أو الثوم العادي الموجود عندنا في المنزل لا نستعمل الثوم الآخر الموجود عندنا في المنزل ونقوم بتبشيره ومن ثم نستعمله لا فهذا خطأ بل المجفف هذا هو الثوم المجفف تجدونه عند العطار وفي مراكز الأعشاء يمكنكم نعم تجفيفه في المنزل لكن الأفضل شراؤه من عند العطار وكما قلت نضيف إلى هذين المكونين مطحون حبة البركة مقدار ملعقة ومطحون الثوم المجفف مقدار ملعقة ونخلط المكونين عن طريق إضافة ثلاث ملاعق من عسل النحل الأصلي وأقصد بذلك على وجه التحديد عسل نحل السدر عسل السدر ونتناول على الريق كل يوم ملعقة واحدة كبيرة لمدة ثلاثة أشهر والله هو الشافي هذه الوصفة أيضا قوية جدا وممتازة أنصحكم بها لذلك فلا تترددوا في اختيار أي وصفة من هذه الوصفات الأربع التي قدمناها لكم اليوم إذن متابعين الأفاضل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من وصفات اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة كما لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة ونستفيد كلنا من الأجر فالدال على الخير كفاعله أيضا لا تنسوا دعم هذا الفيديو بزر اللايك في حال نال إعجابكم لكم مني خالص التحايا دمتم أوفيا والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته